اشتركوا في القناة القسمة على ثلاثة واربعة استكمالا لدروس القسمة فكرة هذا الدرس استعمل النماذج والحقائق المترابطة والطرحة المتكررة لاجد ناتج القسمة على ثلاثة وعلى أربعة استعمل النماذج وحقائق الدرب المترابطة والطرحة المتكررة لاجد ناتج القسمة على ثلاثة وعلى أربعة كما سبقا درسنا فهناك طرائق عديدة لإيجاد ناتج القسمة منها استعمال النماذج حقائق الدرب المترابطة والطرحة المتكررة الطرحة المتكررة سبقا شرحناه في درس علاقة القسمة بالطرح وحقائق الدرب المترابطة سبقا شرحنا أيضا في درس علاقة القسمة بالضرب واستعمال النماذج سبقا شرحناه في نفهوم القسمة وفي معنى القسمة والآن مع أول مثال في درس اليوم أستعد مع محمد وعلي وحسن أربع وعشرون لعبة إذا كان كل منهم معه مثل ما مع الآخر فكم لعبة مع كل واحد منهم كما تعودنا في بداية المسألة هذه المسألة أن نفهم ما في المسألة من معلومات وما هو المطلوب مني ثم أحدد الاستراتيجية والمهارة المطلوبة في حل هذه المسألة فللي ثلاث أصدقاء محمد وعلي وحسن وللي أربع وعشرون لعبة والمطلوب مني أن أعرف إذا قمت بتوزيع هذه اللعبة الأربع وعشرون لعبة على الثلاث أصدقاء فما نصيب كل واحد منهم في هذا النشاط السابق سوف أستعمل قطع العد بدلا من اللعب لعمل شبكات عبارة عن صفوف وأعمدة وأمثل مسألة القسمة وأستعملها في عمل مجموعات متساوية لأجد ناتج القسمة يمكن استعمال قطع العد لأمثل مسألة قسمة والآن أستعملها لأجد ناتج القسمة فعلي أربع وعشرون لعبة وزعت بالتساوي أي أن نصيب كل منهم يشبه الآخر وكلمة بالتساوي كما سبقنا درسنا وكلمة وزعت تعني أن المسألة قسمة وعلي أولا أن أكتب جملة عادية تبين نصيب كل واحد منهم فأنا أقسم أربع وعشرين لعبة على ثلاث مجموعات متساوية وجملة القسمة أربع وعشرين تمثل المقسوم المجموعة الكبيرة تقسيم ثلاثة الثلاث أصدقاء المقسوم عليه والمطلوب مني باستعمال النمازج كما هو موضح في الصورة أن أجد نصيب كل واحد من هؤلاء الأصدقاء الثلاث بالنظر إلى الشبكة أو التوزيع العدد أو القطع على ثلاث صفوف نجد أن نصيب كل شخص منهم ثمانة لعبة إلى أربع وعشرين تقسيم ثلاثة يساوي ثمانية وبهذه الكيفية أكون قد تمكنت من إيجاد ناتج القسمة باستعمال النمازج باستعمال النمازج الطريقة الثانية طريقة الحقائق المترابطة طريقة الحقائق المترابطة المثال يزن كتلة فرخ النعام الواحد أربع كيلوجرامات إذا كان مجموع أوزان الأفراخ في العش ثمانين وعشرون كيلوجرام فهل أستطيع أن أكتب جملة عادية تبين عاد أفراخ في العش أفهم ما في مسألة كتلة الفرخ الواحد ثمانية أربع كيلوجرامات ولدي مجموع كل الكتل لكل الأفراخ الموجودة بالعش ثمانين وعشرين هنا لابد أن أستعمل حقيقة الضرب المترابطة والمناسبة لأجد ناتج ثمانين وعشرين تقسيم أربعا أنا أسأل نفسي في جذول الضرب جذول أربعة أربعة ضربك يساوي ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين تقسيم أربعة يساويك أفكر ما العدد الذي إذا ضربته في أربعة كان الناتج ثمانية وعشرين نعم أسمع أحسنتم أربعة ضرب سبعة إذن في العشي سبعة أفراخ لماذا؟ لأن أربعة ضرب سبعة يساوي ثمانية وعشرين وسبعة ضرب أربعة أليساوي ثمانية وعشرين وباستعمال حقيقة مترابطة ثمانية وعشرين تقسيم أربعة يساوي سبعة الطريقة الثالثة طريقة الطرح المتكرر وكما تعلمنا جميعا في الطرح المتكرر أنني أبدأ أطرح المجموعة الكلية التي لدي أطرح منها بالتساوي كل خطوة عدد الأشخاص الموجودة عندي في المسألة فمثلا يريد أحمد أن يقسم عشرين ريالا هذه هي المجموعة الكلي هذه العشرين التي سوف أبدأ بها بالتساوي على أربع أشخاص وهذا هي المقسوم أو الرقم الذي سوف أقوم كل خطوة بطرحة عشرين نقص أربعة كل خطوة أربعة أكتب جملة عادية تبين نصيب كل شخص الجملة عشرين تقسيم أربعة وأبدأ الطرح أبدأ بعشرين نقص أربعة يساوي ستاشر وأستمر في الطرح إلى أن أصل إلى الصفر أطرح في كل مرة أربعة إلى أن أصل إلى الصفر ثم أعد كم مرة قمت بالطرحة لقد قمت بترحل أربعة خمس مرات إذن فالخمس هي ناتج القسمة لذلك عشرين تقسيم أربعة يساوي خمسة أو عشرين تقسيم أربعة يساوي خمسة بالطريقة الأفقية أي أنا نصيب كل شخص يساوي خمس ريالات أتأكد بنحلي عندما أبدأ العدي عشرين ثم أتراجع أربعة أتراجع أربعة إلى أصل الصفر تراني قد تراجعت خمس مرات حتى وصلت للصفر وبهذه الكيفية قد توصلت باستعمال الطرح المتكرب إلى إيجاد النتج وبخلاصة القول لدي قاعدة طرق القسمة في هذه الصورة أربعة طرق النماذج والشبكات كما ظهرنا في الصفوة الأعمدة في المثال أول الطرح المتكرر كما هو في المثال الأخير والحقائق المترابطة وأيضا المجموعات المتساوية هذه الطرح القسمة التي أسلكها دائما وأتبعها أثناء حل مسائل القسمة وفي النهاية أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والنجاح الباهر إنه نعم النولى ونعم النصير على وعد بلقان آخر في دروس جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته